السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلاتر ايفل عنده دراور اريد تعمل مشروع جديد وتحذف كل الكومنتات وتبقي لي فقط الدراور يفيدنا كثير 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 واختصرنا كثير من امور طيب شون عني اصنع دراور كل اللي احتاجه هنا خلي اجي اشوف عندي تشايلد هذا هو الدراور دراور راح يكون من كلاس الدراور وعنده وافتح الكونسركتور واجي انطيله مثلا شوف شنو اللي اريده هذا خلي بقيه الماضي بدي موجود خلي نكتبه هنا مثلا تشايلد تيكست يكون بها نص بهذه الصورة نكون هنا انا كونست اوكي مايبي احنا نقدر نجيب الكونست ماذا هو كلته الثابت تمام فدراور طيب بالدراور احنا عنده تشايلد نقدر نخلي بهذا تشايلد لست فيو وهذا لست فيو نفتح الاقواس مالتا ونجي هنا هنا نكتبه تادينج خلي نشوف هنا الاج انست دوت الاطراف كلته تكون زيرو يعني حتى يكون كامل الواجهة اوكي الحفة رأسا flavor ويكون عنده شنو خليه تشلدرين استطيع شؤ 드 أضيف مثلا يوزر يوزر أكاونت راور هيدر اللي هو راح ياخذ أكاونت نيم تمام وياخذ مثلا أكاونت إيميل هذا خلنا نعمل أفارزة هنا هنا والنيم مثلا نقدر نخلي له تيكست هنا مثلا هو اسمه محمد عيسى والإيميل مالتا محمد at gmail.com دخلينا نشوف هنا هيدا خلنا نالا كونستانة هنا كونستانة هذا لا يشتكي تمام أو أصلا أقدر أسوي تشلدرن خلنا نشوف تشلدرن مالتا نسويها كونستانة زيان إضافة إلى ذلك أقدر أضيف له شنو كارينت نسينا نخلي فارزة هنا لهذا ما يظهر كارينت هذا كارينت أكاونت بيكتر خلي نقول له مثلا هو سيركولر أفاتار ونفتح الأفاتار وتقدر هنا مثلا تنطيله صورة أو تنطيله لون يعني كيفك أنت مثلا رح نختار هنا لون colors.deep purple زين ونقدر نخليه ل child وchild ما لت مثلا يكون text text أوكي مثلا خلي نقول نكتب me مثلا محمد عيسى كمختصر إلا هذا الأفاتار طبعا هذا تقدر تنطيله style and take that cool text style وتنطيله مثلا الفونت size 40 أوكي هذا رح يرسمع على الدراور ما لتك after that بعد هذا تقدر تضيف list tile let me check هنا list tile هذا اللي هو بعد user account نطيله فارزة خلني نجيبه هنا lead مثلا نطيله icon icon ويكون مثلا icons dot home هذا و on tab لما أضغط عليها مثلا أريد أعمل شيء معين بهذا الصورة مثلا navigate navigator navigator أوكي هذا navigator طيب navigator مثلا طبعا نحن عدنا navigation رح ناخذ عليها أكثر من موضوع خلين نقوله هنا context أوكي يعني navigation أو routing احنا بعدنا ما مغضين الدورات عليها أو الدروس عليها خلين نقول فإن شاء الله ناخذ عليها دارس هذا لازم نقوله x لأن الnavigation ما يقبل أمام نقدر نقوله على user conest وهنا icon conest لأننا نقلنا أي شيء بأكشن ما يصر يكون conest بهذا الشكل فهذا عندك list tile الأول خلينا نشوف يعني حتى نوضح لكم الفكرة خلينا نشوف هنا وكي and look at this ظهر عندي فتشي هنا لو أضغط عليه شوف لاحظ ظهر لي هذا اللي هو شنو background color هذا current account أو current account picture طبعا تكرت تخلي صورة and الاسم هنا ظهر محمد عيسى وهنا عندك الجيميل وهنا ظهر الجيميل ما لتا هذا account ما لتا وهذا الاسم هناك on tab مثلا راح يلغي خلينا نقول الشاشة طبعا أنت تكرت تخلي نقل لشاشة أخرى هذا النافجيشن راح ناخده عنده موضوع خاص راح نقرأ عن النافجيشن أوكي ما ردك تساجل عليه إضافة للhome أوكي هنا نقدر أنه خلي نقول title نقدر ننضيف لتايتل مثلا title هم text نقدر ناخد منا text و نكتب هنا مثلا هذا راح يكون التكست مالتا home أوكي خلي نشوف التكستايل أو ليستايل خلي نسوي آه سوري لأنه بيها شسمة on tab فلازم يكون مو constant فناخد واحد من هذا مثلا نجيب هنا وهذا نسوي مثلا dot settings settings زين وهنا مثلا نقول له هذا settings و كذلك نقدر ناخد واحد آخر مثلا نضيف هنا contact us و هنا contacts مثلا سمي contact هذا زين فرحي ضع عندك ثلاث آيكونات لما ضغط عليه شوف لاحظ هنا home هنا setting هنا contact اكس وتقدر تضيف عليه الشغلات اللي انت تشوف ها خلي نقول مناسبة لك هذا بالنسبة لمن هذا بالنسبة لل drawer طبعا اضافة انه هنا بال app bar app bar ايضا عندك شيء اسمه اللي هو let me check هذا بال scaffold هي موجودة ال app bar هنا title نزل جوه قل لشنو شوف عندك شيء اسمه button navigation bar تمام يعني اضافة لل drawer scaffold هو بشكل اساسي عنده شنو عنده button navigation bar وهذا button navigation bar تقدر تضيف ايكوناتهم بالاسفل يعني هنا اذا قلت button navigation bar هذا button navigation bar هذا ال class فنفتح الاقواس مالتا نقول مثلا items items مالتا array خلي نقول شاير تضيف button هو button هذا item فتضيف لآيكون يعني مثلا تقول هنا icons او ايكون تفتح اقواس وتقول icons dot مثلا call او call بهذه الصيغة تضيف ليا فارز وتضيف item اخر طبعا تقدر تضيف للا label ايضا خلي نقول هنا label مثلا label multi call بهذا الشكل and هذا حول الى constant خلي نجيب مننا constant items constant يعني ثابتة وهنا ايضا تقدر تضيف للا label call زين خلي نسوي ثلاث item او واحد بنعد هم call والاخ مثلا camera camera زين وايضا هنا مثلا chat chat زين هذا شنو اه طبعا بال scaffold هذا شنو هذا طبعا ما لا علاقة بال drawer drawer واحد بس هاي تقدر تضيف حقيقة على اي تطبيق انت تريد فالفكرة ما لت شنو هو نشوف لحظ عندي هنا call عندي هنا camera عندي هنا chat اوكي واقدر انه اغير الاختيارات بين هم شلون اذا اجي هنا مثلا او خلينا نشوف وين هنا اوكي هنا احنا نظف ال bottom navbar نعمل init underscore نقول selected index يساوي صفر هو يختار اول واحد اوكي نعمل selected index يساوي صفر هذا انظيفة and اوكي هذا هنا عدك button navigation bar هذا ليش هنا ظهر error خليني اشيك هذا اخذ اجيب let me check هنا اوكي selected index تمام اجي هنا شاوي خلي نشوف ال items هنا اللي هو this one button navigation bar and here خلي نجي نقول current index هو شنو selected index اللي هو صفر اول واحد اوكي هذا اول واحد on tab لما اضغط عليها غير ال index مال مثلا اقدر اختار اعملي function اسمي on tab item اوكي هذا اللي هو رح يكون عبار عن function شوف هنا create classic ولا create method خلن اختار ه شوف سوالك method بالاسفل اخر شي هذا on tab item شوف سوالك هنا مثلا method او انت تكتب method عادي اهم لكم مشكلة هذا method اقدر اخذه طبعا او اصنع عادي جدا اضيف هنا اوكي مثلا بالاعلى ليش بالاسفل فاستخدم شنو set state شنو فكرته هذا يغير لي اوكي هذا يساوي لي شنو مثلا هذا يساوي لي value اللي اختار اوكي لان هنا انت عندك حرفيا من تختار قيمة معينة 1 0 1 2 فهذا لازم يتغير فكل مرة راح يدخل هنا 0 يصير 0 بعد 1 يختار 1 2 يختار 2 وهكذا فاذا جيت هنا مثلا هذا هو call شوف باللون الازرق اختار كاميرا شوف الان الكاميرا صار click اختار chat الان chat صار click وهكذا طبعا and خلينا نشوف اذا احنا ريد مثلا نعمل شي اخر خلي نقول شنسوي هنا انا محمد عيسى static conist list list of widget انا اقل animated widget underscore مثلا pages اوكي ادخلين اشوف هنا insert فرز او نقطع اوكي بعد خلنا اخذ هذا and defined dot لانه احنا list كتب نابل small اوكي that's it and pages so pages اش راح يساوي لي يساوي لي widget اوكي هنا اصنع widget اوكي اعمل لي widget هذا widget مثلا يكون بها icon يعني مثلا احنا اقلنا icon اوكي اوكي بهذا الصيغة هذا اخذ مثلا اقول copy and اجيب 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 مثلا اقول best اوكي هذا اول عنصر طبعا هذا array اوكي اجي هذا فارز هالشكل انا عندي ثلاث تابعة صح فعندي camera وعندي chat هذا camera وهذا chat بهذا الشكل هنا اش اصنع مثلا اغيرها على سبي مثال اقدر اضع بها اي شي اريد child ما تشرح يكون راح يكون pages اللي انا صنعت dot element at الindex multi اللي وشنو selected selected index مثلا بهذا الشكل زين اه اه هذا هنا invalid constant اوكي ميصر constant لانه متحرك فاخنجي نشوف شوف لاحظ هنا chat ظهر لي هاي الايكون اذا قلت لك call ظهر لي شكل ال call اذا قلت لك camera ظهر لي camera اذا قلت chat ظهر chat يعني هذا حرفيا عن widget صناعة خاص بيا this one عن صناعة widget خاص بيا شوف list of widget عن الصناعة فهذا ممكن تستفاد من عندها وممكن لا يعني هذا list widget اللي صناعة تحقيقتها بس عندها شوف انه مثلا من نسوي index next 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 فحرفيا يعني انه تغير من اختارهم انت ممكن تستفاد عندها بكثير من امور على فكرة بال bottom navigation bar هذه اقدر ايضا اغير background color مالتا يعني مثلا background color اقول colors colors dot dot مثلا deep purple شوف صار deep purple فاقدر اغير اللون مالتا and مثلا let me check شنسوي بعد مثلا icon size انطيل 50 شوف لاحظ صارت اكبر طبعا اكيد انت ما رح تعمل بهذا الحجم الكبير جدا لين هذا رح يكون بشع جدا ممكن ايضا نعمل شي اخر اهنا نقول لان selected font size شوف عندك ان selected icon theme اقدر اقول اهنا مثلا icon theme data واغير ال color مالتا يعني مثلا ال color اهنا يكون colors colors dot deep orange مثلا selected icon theme اللي تختار يا لون تريد مثلا يصير فنفس الكلام هو يعني هنا انت مستخدمت هذا this one فنفس الكلام تقدر تستخدم شنو للselected مثلا selected اللي تختار هم يكون لون عبيض مثلا فمن اجي هنا هو مختار مختار تشات فالون عبيض صار تلاحظ هذا اذا icon بهذه الصورة يعني انت تقدر تغير اللون مالتا اذا ما عجبك label او يعني اذا ما تريد label فتقدر تقول show label selected false هذا boolean and show unselected label ايضا تسويها false هذا شنو هذا اللي مختار هم ما رح يظهر ال label مالتا وهذا اللي ما مختار هم ما رح يظهر ال label مالتا شوف لاحظ اختفوا صار عندك بس text تمام فانشاء اللي الفكرة واضحة هذه هي بالنسبة تستخدم button طبعا هنا أنا لدي يطلب عندك مجموعة constant خليني نشوف هنا this one conest nope العدل HDHT key شي يقول ناسا و رح يقول نا represent material okay instead of absolute استخدم الكار انا مار استخدم يعني اي تقدر تستخدم هذا ال plates يقولك هنا تستخدم مثلا colors pink 50 هالشكل يعني هنا مثلا pink okay 50 something like this تمام تختار اوك وهذا هنا بالنسبة لنا white نقول white sorry and I think white ما موجود بها خلي بقي white هو علام شنو هو علام theme ما لتك لا اكثر لا اقل يعني من تجي بشوف دي يطلع لك ان ال الوان شوف هذا الوان وشكا الموجودة يعني حقيقة ال IDE يساعدك يعني تقدر تقول مثلا green accent 400 مثلا او white مثلا عندك teal teal 50 فتقدر تقول هنا مثلا teal 50 او اكسبت فصار teal 50 او 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 نا خلي نقول green accent او 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 green accent شوف تغيرت اللون مالته فهال شكل تقدر انه انت تخلي ايقونات تخلي مثلا عندك bottom navbar او تقدر تخلي slide شوف اصار عندك slide bottom navigation bar فانتا كيفك مرات مثلا مس تحتاج هذا او مرات تحتاج هذا مثلا ما تحتاج الجو فانتا عندك تقدر تستخدم bottom navbar navigation bar او تستخدم drawer او تستخدم الثين اتو على فكرة انتا ممكن تستخدم drawer واحدة وال navigation bar واحدة يعني لا تخلي في بارك انه انا استخدم ال navigation bar لازم استخدم button navigation bar لا لا عادي كل واحد واحد يعني انتبكي فكرة عندك شوفك widgets اللي تساعدك في بناء تطبيقات احترافية فنوقف هنا نكمل درس القادم مع السلامة اشتركوا في القناة